طيب. راح نشوف اليوم بتتذكروا حكينا بس كمراجعة سريعة. حكينا انو في عدة وعادة ازا كانوا مهمة بتحكموا في تبع هذا السيستم. انا اليوم راح نطلع لو انا بدي اشوف لو انا اعرض هذا السيستم. هذا السيستم. يعني بلحظة واحدة اعطيتهم ستب فنكشن. راح يكون فيه عندي هون. وهذا بدي اطلع منه عدد من الاشياء. في عدد من اشياء بتهمي اعرفها عن هذا السيستم. واحدة منتها هي البرسنتيج اوبرشوت. راح ننزله بالرمز م تي بس منعبر عنه كنسبة من هذا الارتفاع اللي موجود. اذا قسمت يعني خليني اسمي هادي هون بي. وهادي اسميها ايه. م تي بساوي على. تمام? اوكي واضح. هذا الارتفاع. ليش بهمني في الواقع? لانه هذا السيستم انا عم بعرضه لستب عم بزيد عن الفاليو اللي انا بدي يا. مش انا وين الانبوت. ازا انا انا دخلت لهذا السيستم دخلت له ستب فانكشن. كاني عمال مع الكنترولر او بدي الكنترولر للسيستم كله اللي عمامي. بدي الارتفاع تيزير هون. في النهاية شو يصير? نخترم الارتفاع بس قبل ما يخترم من هون. ايش بعمل عمام؟ بعمل اوبرشوته. هذا الاوبرشوت خطر في السيستم. ممكن يبعدي سبب مشكلة في السيستم معينة. فانا بدي احصر هذا الاوبرشوت وما بدي ازيد عن تحط معينة. ولذلك شو ستعملنا احنا في كيف نهون؟ ترانزيت. ترانزيت هانا هوني ترانزيت وبعدين بصير في ماشي الامور بتمشي بس انا ما اردت السيستم يتدمر خلال فترة الترانزيت. ازلا هاي اول واحدة. هاني شو بتساوي? بنعبر عنها بدلالة. ايش يعني اي مرفوع على هادي الباور. فنحطها بهذا الشكل عشان هانا نسأل. ماينس فاي زيتا على سكوير فوت وان ماينس زيتا سكوير. مصبوط? الكل فاهم شو يعني اكسبونينشل احنا نوصو الموضوع لانو اسهل وإلا كامل بيأطر لحبطها اي شكل. انتظر هاي. وارفع هادي للقوة هي. ماينس فاي زيتا على وان ماينس زيتا سكوير. نقول بتمازلي بالشكل. بس اتشاعي انو استعمل اكسبونينشل بهذا الشكل. ماشي واضح ازلا هادا مهم. عايش عفكرة باعتمد هذا. باعتمد عزب. فكل ما انا غيرت في السيستم بتغير معي الريس بوز. هادا تبع السيستم. اللي بقابل هانا سرعة استجابة هادا السيستم. اللي هي بنعترف نسميها وفي عندي كمان مجر تاني اسمه تاين تفرز كمي. خلت احقهم بلون تاني. خليني اعم اعلم هادول بشكل مختلف. اذا الفرست كروسين اللي بتسير ما بين الانبوت. والدزاير انبوت عند اللقطة ها. هذا بنسمي تاين. هذا الرئيس تاين. تاين. والتاين بفرست فيك. اول مرة بوصل. اول هي من عند النقطة هاي. لحد النقطة هاي سلنها تي بي. وتي آن هي الرائس تاين. ايش انا محب الرائس تاين يكون? ايه? لو اننا في عالم يفارج وانا الرائس تاين يكون? زيرو. وشو بدي يكون? زيرو. بس ما فيش هذا في العالم الواقعي ما فيه. السيستم فيها فيها ديليز. هدول التينير متناقضين التينير مع بعض. عادة رح يتلاقيها لك لما بتصمم سيستم او بتعيره. ممكن يتحسن يعني شو يصير? يصير اقل يعني استجابة السيستم اسرع. بس شو الثمن اللي ادفعه? بتزيد الاورشوت. او مرات اقلل الاورشوت فالاينه زاد. وفي طرق اني اتعامل مع هدول بالتصميم طبعا السيستم. مثلا هذي اول هاي كمان لترازيت لانها زبعا حتى اوصل. هي ترازيت مش الوحيد الستادي ستايت هو استادي ستاتر و رح محيك عاملوك بالفيديو اللي بعد هذا. لكن في هذا الفيديو رح نركز على الترانسيت رسبونس سبيسيكيشن. ما في عندي هون? قانون ٧. أول ماشي؟ متذكرين اوميجا دي؟ ايش كانت اوميجا دي؟ تمام بس لما بطلع عالسيستم شو ما شو ايش اللي بشوفه بالسيستم الى اوميجا دي معينة؟ لما هذا يلا الريس بونسي السيستم لفريكنسي هاي اللي بشوفها امامي هي اوميجا دي بيش اوميجا اين؟ ليه دامت فريكنسي هاي اللي بشوفه هون؟ ولذلك لاحظوا احنا منوين جبنا ومشوفه اوميجا دي بيش مرتبطة؟ في تي بي فكأنها واحدة منهم يعني كأنها تبعت اوميجا دي هي بي بضرب بضرب بكونستنت وقسمة على كونستنت بس هدول التنين كان هون؟ ولاحظوا هاي منوين جبناها تي بي؟ جبناها من هاي النقطة لهاي النقطة اعتبرنا انه هاي تي بي ومنها طلعنا اوميجا دي او بالعكس ان احنا طلعنا تي بي هون من اوميجا دي انو اللي فريكنسي الظاهري اللي بشوفها تبعت هادا بسي بلعن مر بعمل هي اوميجا دي واميجا دي شو كانت تساويه من التركين؟ اوميجا دي اصغر من اوميجا ان هي برا عن اوميجا نوع وفايدا زيتا سوبر عزنا عندي هاي تالي اشي تالت شيء من التركين بيتا لما رسط لهون وين كانت بيتا؟ هاته الزاوية هاته الزاوية ليون بيتا بيتا بديها إلا بالرادئان بتاروث تحاولوا من رادئانس كل 360 درجة 2 بتعادل الدورة الكاملة بتعادل 360 درجة أو 2π رادئانس إذا عيندي هلا تي هار بتساوي مينس بيتا بس بيتا بايش لازم تكون وحدتها؟ رادئانس هاي قاية رادئانس مينس بيتا على همينيا هاي بتعطيني الزمن اللي باخدر حتى أوصل هالسيستم ليش صاحب السيستم بحب انه رايستايم تكون صغيرة؟ عشان طلعين مرشورة لانه بده السيستم تبعه يشكل بسرعة يوصل القيمة تبعته بسرعة إذا انا عمالي بحرك ذراع آله أو بحرك ديش أو بسخن رياكشن أو بعمل اي شيء بدي لما انا ضربت انا واضح انه انا مستعجل ليش هيك؟ ليش واضح انه انا مستعجل؟ لانه حطيت step function ما حطيت حطيت step function انا مستعجل انا بدي الoutput يوصل لقيمة هاي فانا بدي هذا بتمنى انه يكون اقل ما يمكن لها كيف في الواقع انا بدي يكون واقعي بدي اقول انه يكون اقل بالقيمة معي انا بدي رايستايم يكون اقل من نص سكن أو سكن أو هكذا اذا مواضحين هدول هزا بدي الكون اللي عندي وعندي آخر اي شيء اللي هو هتلاحظوا وين الانفلوب في اي شيء سميناه ايش معانا في العربي؟ مغلف 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 اي شيء بغلف فهذا هون في خط وهمي ببذلت هذا بالرسبونس ما رح يطلع بره هاد المغلف الازرع بدي رسمناه هاد المغلف الازرع شو باسبه؟ بشبه دي كي بشبه دي كي شو الالفريكنسي تبعتو اذا بنا نسميها فريكنسي؟ زيتا اوميجا ات فان هاد عبارة عن اي تودا مايجا زيتا اوميجا ام تي اذا زيتا اوميجا ام كانها فريكنسي وميتها ما قدر اطلع فكر ال time constant ببعض الكتب بعد الكتب تتحدث عن time constant the second order system ال time constant the second order system هو واحد على زيتا اوميجا ام اذا عندي هون تاو لهذا السيستم بسيو واحد على زيتا اوميجا ام باطلونا هاي وقتتها ايش لازم تكون تاو؟ وهادي واميجا هي رايدان زيتا دا اميجا اميجا هي رايدان سيكون ميجا سيطلع فوق بتصير صحيحة هلا ممكن نشتغل على ثلاثة تاو ممكن اشتغل على اربعة تاو ممكن اشتغل على خمسة تاو ال error اللي بنتج عندي اصلا كان واحد بالمية اثنين بالمية خمسة بالمية يعني ساتلين شو يعني ان هو بقصة القيمة النهائية تبعته بس ضل في شوية error بسيطة اذا استنيت ثلاثة تاو اديش هدا ال error خمس مية اذا استنيت اثنين تاو اديش ال error اثنين بالمية وخمسة تاو هلا انا اذا بس اجيب لك سؤال او اي كتاب بدك تشوف ايش ايش بعتمد هو انه في كتب بعتبروه اربعة على زيتا او ميجا ان ثلاثة على زيتا او ميجا ان او خمسة على زيتا او ميجا ان اذا احنا راح نسلم معادلة بتساوي يا اما ثلاثة يا اربعة يا خمسة احنا راح نشتغل على خمسة اذا كان هيا خمسة تاو خمسة تاوية زيتا او ميجا فتقول انا شو ما انا نستنيت شو ما انا استنيت ستنا ماشي اوكي يعني يعني انا بدي اقول انه هل الاوتبوت صار يساوي الامبوت زيتا بعد خمسة تاو انا بدي اياها اه اه يعني انت افرض مثلا انت بدك تفرض هذا وبدك تقول ان الان رابط على الساتلائت مسك عليه فضرة بدي اخد قديش هاد راح ياخدني خمسة تاو هذا كله بيأثر على الاداة تبع السيستم افرض عندك هذا رشاش وبدك او مدفع وبدك اتحرك بحيث ان تبدأ مش انت بدك تكون ادائك سريع بسرعة بدك توصل انت بدك تقول ان انا خلاص وصلت وان برسنت وان برسنت كافي بالنسبة لي اني ابدأ اشغل اشغل السيستم ما بدك ابدأ اشغل قبل هيك اذا الخطر اكبر مثلا من واحد مية او اثنين بالمية او خمس بالمية حسب شو السيستم عند عمل حسب ايش الاداة لبدك بس انت قبل هيك انت ما انصلت لو عندك وروبوتيك ارم وروبوتيك ارم لتوصل محل ماين عشان تمسك شيء مش بدك تقول انا شوف طلع الروبوتيك ارم كيف تعمل هيك وبعدين ممكن تعمل هيك وبعدين تثبت ما بدك ابدأ اشغل فيها لتكون وسمة القيمة النهائية اذا فيه لسه خطأ يمكن يؤثر على السيستم هذا كله بعيد من الاداة تبعا في عندي كاميرا او ميكروسكوب عم تتحرك وبدأ توصل وتاخد سكان للوحة مثلا او شيء بس فيها فيه اوبرشوت في النهاية بدي اعرف انها وصلت حتى ابدأ اخد القراءة ما بيزبوطش قبل هيك هذا طبعا مهم للاداة تبعي انا مظبوطة وصلت الرايس تايم بس لسه السيستم عم بعمل اذا هاي هاي الاربع قيامة مهمة بالنسبة لنا اللي هي هدول الاربع مهمين اللي هم جزء من وهدول كلهم باعتقدوا على يعني هدول بعد فترة طويلة بطل انهم قيمة لو انا مفيش اندي مشكلة بالترانسينت وانا مهتم بستيدي ستيت ومستعد استطنا فترة ومفيش اندي مشكلة اوبرشوت ونرب السيستم عندي هون باستنى وخلص باشتع القيمة انهاية لكن غالب الداياميك سيستم زي ما انتم شوكتو بدي تستجيب بسرعة عندي سيارة بدي تستجيب بسرعة عندي عستقبانزيلو بدي محرك استجيب بسرعة بدي تتحرك السيارة مخرى كل سيستم زي هيك فيها مشكلة مهمين الاربعة قرامتر. نقطة اخيرة. اي ستم بصمره مفروض في البداية شو يكون عندي? يكون عندي له بالعكس حتى احنا منص ساعة اكتن هيك. المهندس لما يصمم ستم شو لازم يبدا بالبداية? طالما توقع على مكترونيك ستم ديزاين مثلا انا ميكم ما اخدها او بده ياخدها. في عمليات ديزاين. العمليات ديزاين بده هتحدد شو اللي انا بدي اياها. هل السستم هذا بده يكلف ميتين الف والسبسيكيشنز بتها تكون دقيقة جدا لدرجة او ممكن انا اصمم ستم بعشرة الاف واخفف السبسيكيشنز. قبل ما تبدأ لانه هذا بيأثيرك في الكمبونيس اللي بدك تختارها والموديل والسستم والكنترولر تبعه وكل الاشياء. عادة بده يعطيك اياها. او بحسب السستم بدي اقرر شو الموجود عندي بهذا السستم حتى على اساس اصمم. والكنترولر تبعك رح يعتمد على كل الاشياء هكي بده حقق. خب كيف بده اصلنا بالكنترول سستم. عندي سستم بليد بطيء جدا للسستم. بدي ارفع الراسبونز تبعه وبده حق كنترولر مناسبة ها. كل الاشياء هاي تعتمد عليها. اي تصميم يبدأ من تظهر لzwائل خانان من موسيقية.